السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب لدرس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس الدرس الثاني من الوحدة الخامسة عشر بعنوان تصنيف المثلثات الجزء الأول سوف تتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس تصنيف المثلثات وفقاً لزواياها وأضلاعها قم عزيز الطالب بفتح الكتاب صفحة 405 وسنقرأ سوياً فقرأ تحوله وشارك انظر إلى المثلث الموضح أدناه أرسم خمسة مثلثات أخرى لها خصائص مختلفة اكتب بجانب كل مثلث خصائصه مثل له ضلعان متساويان أو فيه زاوية قائمة أو فيه ثلاثة زوايا حادة وهكذا اعمل مع أحد زملائك لحل هذه المسألة ولفهم عزيز الطالب هذه المسألة وكيفية حلها هيا نقم بالإجابة على بعض الأسئلة كم عدد أضلاع المثلث وزواياه؟ أحسنت يا بطل ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا ما الخصائص التي يمكن أن تختلف من متلث إلى آخر؟ أحسنت يا بطل أطوال الأضلاع وقياسات الزوايا ما أنواع أطوال الأضلاع المختلفة التي يمكن أن تكون في متلث؟ أحسنت يا بطل متساوي الأضلاع أو متساوي الضلعين أو مختلف الأضلاع ما أنواع الزوايا المختلفة التي يمكن أن تكون في متلث؟ أحسنت زاوية قائمة وزاوية منفرجة أو زوايا حادة ما هو المطلوب عزيز الطالب؟ أحسنت رسم مثلثات ذات خصائص مختلفة عزيز الطالب كيف يمكنك معرفة الخصائص التي تصف المثلثا؟ أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة بعدما قمت عزيز الطالب بحل السؤال ورسم خمسة مثلثات هيا نستعرض معا حلين حل عامر وحل بدر قام عامر برسم خمسة مثلثات وحدد خصائصها لكن اثنين من هذه المثلثات لم يتطابق رسمها مع الخصائص لاحظ عزيز الطالب أن عامر قام برسم المثلث الأول وقال أن خصائصه كما يلي ثلاث زوايا حادة وضلعان متساويا وقام برسم المثلث الثاني وقال أن له زاوية قائمة واثنان من الأضلاع المتساوية أما المثلث الثالث فقال أن له ثلاثة أضلاع متساوية لكن لاحظ عزيز الطالب أن هذا المثلث قال أن له ثلاثة زوايا حادة وهذا غير منطقي حيث أن هذه الزاوية عزيز الطالب هي زاوية قائمة وقال أن المثلث الأخير له زاوية مفرجة لكن لاحظ عزيز الطالب أن جميع الزوايا زوايا حادة أما عمل بدر فقد قام بدر برسم خمسة متلثات بشكل صحيح لها خصائص مختلفة فبالنظر إلى المثلث الأول فقد قام برسم متلث له ظلعان متساويان وزاوية قائمة أما المثلث الثاني فله ثلاثة أضلاع متساوية وثلاث زوايا حادة أما في المثلث الثالث ظلعان متساويان وثلاث زوايا حادة أما في المثلث الرابع لا أضلاع متساوية وله ثلاث زوايا حادة أما في المثلث الأخير فقد قام برسم متلث له زاوية منفرجة وزاويتان حادتان إذن عمل بدر عمل صحيح عزيز الطالب إذا كان عملك موافقا لعمل بدر فعملك صحيح وإن كان غير ذلك فقم بتصحيح الإجابة وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة انظر مجددا بر المنطقيا هل يمكنك تصنيف المثلثات التي أنشأتها بناء على خصائصها؟ هل لبعض المثلثات أكثر من تصنيف واحد؟ اذكر كيف عرفت ذلك أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت بارك الله فيك الحل نعم فهناك مثلا المثلث المتطابق الأضلاع فهو أيضا متلث حد الزوايا إذن يمكن أن يكون لبعض المثلثات أكثر من تصنيف واحد قم عزيز الطالب بفتح الكتاب صفحة 406 السؤال الأساس كيف يمكنك تصنيف المثلثات؟ وللإجابة عن هذا السؤال هيا نقم باستعراض فقرة A يمكن تصنيف المثلثات بحسب أطوال أضلاعها مثلث متطابق الأضلاع أضلاعه الثلاثة متساوية في الطول ومثلث متطابق الضلعين فيه ضلعان على الأقل متساويان في الطول ومثلث مختلف الأضلاع أطوال أضلاعه الثلاثة مختلفة وبالانتقال إلى فقرة B يمكن أيضا تصنيف المثلثات بحسب قياس زواياها ونحن نعلم عزيز الطالب أن مجموعة قياسات زوايا المثلثة هو 180 درجة مثلث قائم الزاوية إحدى زواياه قائمة مثلث حد الزوايا زواياه الثلاث حادة مثلث منفرج الزاوية إحدى زواياه منفرجة وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة أقنعني ابن الحجج الرياضية هل يمكنك رسم مثلث قائم الزاوية ومتطابق الأضلاع وضح ذلك باستعمال مفردات الرياضية تقيقة أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم نرجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل عزيز الطالب عند رسم مثلث قائم الزاوية كما يلي فالإجابة ستكون لا يمكن أن يكون للمثلث قائم الزاوية فقط ضلعان متطابقان إذن لا يمكن أن يكون متطابق الأضلاع إذن نستنتج عزيز الطالب أن مثلث القائم الزاوية لا يمكن أن يكون متطابق الأضلاع بل يمكن أن يكون متطابق الزلعان فقط وبالرجوع عزيز الطالب إلى السؤال الأساس كيف يمكنك تصنيف المثلثات فستكون الإجابة كما يلي تصنف المثلثات حسب قياس زواياها أو أطوال أضلاعها وعند تصنيف المثلثات حسب قياس زواياها فستكون تصنيفها كما يلي مثلث قائم الزاوية فيه زاوية قائمة مثلث حد الزوايا جميع زوايا حادة ومثلث مفرج الزاوية فيه زاوية واحدة مفرجة أي قياس أكثر من تسعين وعند تصنيف المثلثات حسب أطوال أضلاعها فسيكون التصنيف كما يلي مثلث متطابق الأضلاع أي جميع أطوال أضلاعه متساوية ومثلث متطابق الضلعين أي يوجد فيه ضلعان متساوية طول ومثلث مختلف الأضلاع جميع أطوال أضلاعه مختلفة وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة 407 فقرة عبر عن فهمك السؤال الأول ابن الحجج الرياضية هل يمكن أن يكون للمثلث القائم الزاوية زاوية منفرجة؟ لماذا؟ عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل السؤال ثم أرجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل عزيز الطالب نحن نعلم أن في المثلث القائم الزاوية زاوية قائمة وقياسها 90 درجة والزاويتان الأخريان مجموعهما 90 درجة إذن الإجابة ستكون لا لأن 180 ناقص 90 تساوي 90 وهما مجموع الزاويتين الأخريين ونحن نعلم عزيز الطالب أن قياس الزاوية المنفرجة أكبر من 90 إذن لا يمكن أن يكون للمثلث القائم الزاوية زاوية المنفرجة وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقرة طبق فهمك في التمرينين ثلاثة وأربعة صنف المثلثات وفقا لأطوال أضلعها وقياسات زواياها أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل معا أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل لاحظ عزيز الطالب في السؤال الثالث أن المثلث له ثلاثة أضلع وأطوال أضلعهم متساوية كما ترى ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر إذن إلى ماذا يصنف عزيز الطالب هذا المثلث حسب أطوال أضلعه أحسنت يا بطل متطابق الأضلع ونلاحظ أيضا عزيز الطالب بالنظر إلى الزوايا نلاحظ أن كل الزوايا هي ستون درجة ونحن نعلم عزيز الطالب أن الزاوية التي قياسها ستون درجة ستكون زاوية حادة إذن إلى ماذا يصنف عزيز الطالب هذا المثلث بحسب قياس زواياه أحسنت يا بطل مثلث حد الزوايا وبالانتقال عزيز الطالب إلى السؤال الرابع نلاحظ أن الأطوال الأضلع كما يلي 9.9 من 10 متر و7 متر و7 متر إلى ماذا يصنف هذا المثلث عزيز الطالب وقل أطوال أضلعه أحسنت يا بطل متطابق الضلعين لأن فيه ضلعان متطابقان وهو الضلع 7 متر و7 متر وبالنظر عزيز الطالب إلى زوايا المثلث نلاحظ أن في هذا المثلث زاوية قائمة إذن إلى ماذا يصنف هذا المثلث عزيز الطالب وفقا لقياس زواياه أحسنت يا بطل يصنف إلى قائم الزاوية إلى هنا وصلنا عزيز الطالب إلى نهاية الجزء الأول من هذا الدرس على أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني بإذن الله ترجمة نانسي قنقر